الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة كل عبادة تصرف لغير الله فهذا الشركة كبر كما نصلى وصام وحجة لغير الله الثاني دعاء مسألة دعاء طلب أطلب منك شيئا أقول أعطني كاسة معه مثلا هذا ينقسم إلى قسمين دعاء مسألة دعاء الطلب أن أطلب من المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله هذا هو الشركة الأكبر مثل مرأة تأتي قبل النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه الرزق إنزال الغيث هذا لا يقدر عليه عليه الصلاة والسلام وحيفة مبانا له ميت نوني دمو أن نفكي پكي دي لان دا قل كان يومي دابير قل تطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه هذا يصح بشروط أربعة أن يكون الطلب من حي لا من ميت أن يكون الطلب من حي لا من ميت أن يكون الطلب من حاضر لا من غائب يعني لا يمكن أن أكون هنا أنا في أفريقيا ويأتي إنسان ينادي الولي الذي في الهند مثلا فلن أتعلق إلا بالله الرابع نعتقد أن هذا السبب لا يضر ولا ينفع والذي يجلب المنافع دفع المضاء هو الله سبحانه وتعالى فلا أتعلق إلا بالله مثل الدعاء الاستعانة أقول لك أعني في حمل هذه الطاولة أعني في حمل هذا الكرسي نعم يصح بهذه الشروط الأربع نعم يصح بهذه الشروط الأربع نعم إنسان غريق في البحر وينديك أنت على الشاطئ يقول أغثني هل يصح بهذه الشروط الأربع يأتي طالب إليك وأقول لك إشفع لي حتى أكون طالب في الجامعة الإسلامية هل يصح بهذه الشروط الأربع نعم أعتقد أن صح بهذه الشروط الأربعة وينتقل الحكم من الجواز إلى الشرك والله أعلم ستاة توو نيجوني تابي رغو باللغة لون يالتيا شرطي هالا يمويدو هره يهانكا نياور نيويدو يمويدو داقينو يهانكا يمويدو شرقانو الله سبحانه وتعالى